هل في دلالة في رأي حضرتك لتوقيت زيارة وإعلان هذا الترفيع؟ طبعاً الدلالة أعتقد أنه عقبت الإصلاح الأخير لمصر الإصلاح الاقتصادي الأخير فبالتالي الاتحاد الأوروبي يعلن ثقته في الخطوات اللي خادتها مصر من ناحية الإصلاح الاقتصادي ده رقم واحد رقم اثنين تصاعد الأحداث في المنطقة بتقول أن الاتحاد الأوروبي له حالياً حليف استراتيجي يتحسس من خلاله طبيعة الأمر ويصق في رؤيته حليف استراتيجي في المكان فهو شريك في الأحداث له عين أنا بتكلم على شريك الاستراتيجي في المصر شريك في الأحداث وله عين صاقبة محللة للموقف فبالتالي أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى هذه الشراكة طيب قبل مسألك يحتاج في إيه ومصر حتستفيد إيه آخر نقطة في ما سبق هو أن أنا أسأل حضرتك عن تباين المواقف الأوروبية اللي كان قبل كده هل معنى كده أن هذا التباين انتهى أم نكتفي باللي حضرتك قلته في البداية أنه قد تتباين مواقف الدول فرادة لكن الاتحاد بشكل عام عمل كده وأقر ده باتفاقيات ومزاكرات تفاول الاتحاد الأوروبي بين وجهة نظره فليكن مثلا أو ناخد نموذج في 20 يناير كان البرلمان الأوروبي أصدر توصيات بإنهاء الوضع في غزة إيقاف إطلاق النار إلا إنها في النهاية كانت توصيات لكن الاتجاه العام للاتحاد الأوروبي ينفصل شوية عن أعراء الدول الشريكة فيها يعني يختلف الاتجاه عن بعض الدول الداخلة في الاتحاد طيب خليها أسألك بقى على النقطة قلت حياتك قبل ما أسألك عليه ماذا ينتفع الاتحاد الأوروبي من هذه الشراكة الشاملة الاستراتيجية غير فكرة أن له حليف يسق فيه اللي هي مصر داخل المنطقة وعندها رؤية ساقبة لقضية ليبيا وإحنا عارفين طبعا قد إيه مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي السودان كذلك اليمن فلسطين طيب هو هدأ بجانب الاقتصادي المزيد من التعاون الاقتصادي هيعود بمردود اقتصادي ونفعي على الاتحاد الأوروبي إزاي فأنا؟ هقول لحضرتك حاجة أحنا لو كلمنا عن داخل الاستثمارات الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي في مصر هنلاقي أن 28% من التجارة الدولية لمصر لاتحاد الأوروبي 30% من الاستثمارات المتضخي إلى مصر من الاتحاد الأوروبي إذن الدعم أو الشراقة الاقتصادية هتعود على الطرفين بمنفعة إذن مصر منتفعة أو هيعود عليها بمردود إيجابي وكذلك الاتحاد الأوروبي هيكون له مردود يعني فكرة هل فكرة مثلا توسيع السوق مثلا هل فكرة أن مصر مدخل لأفريقيا كلها ده جزء الاقتصادي هتكلم تاني عن ملفه وهو هام جدا الهجرة الشرعية أوروبا لسنوات كانت بتعاني من ترتعد من الملف ده طبعا وتم ابتزازها من دول أخرى بعينها ومصر كان لها مجهودات عظيمة في الملف ده بشهادة الاتحاد الأوروبي إذن احنا كمان بنعزز هذا الملف ومصر بالنسبة لأوروبا هي غلاف كتاب أفريقيا يعني احنا وجهت أفريقيا لدى الاتحاد الأوروبي فإذن هي إذا أرادت تعميق على علاقات الاقتصادية والسياسية في أفريقيا مدخل أفريقيا هو مصر يبقى السوق الكبير لقارة أفريقيا بالكامل فكرة الاستثمار ده طبعا معروف أنه بيعود على صحبه مش بس إحنا أسلع من كتر ما بنقول في مصر عايزين استثمارات عايزين استثمارات الناس بتتخيل أن ده مش بيعود على اللي جاي يستثم هو في الحقيقة ما فيش حد بيدخل استثمارات لمنفعة طرف آخر إلا إذا كان هذا الضخ يعود عليه في المقام الأول بنفع